ضغوطات شغل الأرض تجهزة المليونية كويس ودي حاجات دائرة جهدي كبير جدا لكن أنا دار أوصي الرسالة والرسالة دي أمانة لقيم تول حاجة كمشاهد والإنسان قاعد معي في اللايف هنا أنا بحييكم كلكم بمقاماتكم السامية وبعتذر يعني بالجد كل المشاهدين الناس المتابعان في الصفحة وبعتذر لأي يزول لقى أنه كان صديقي ولقى أنه السحلين هو ما صديقي برضو أنا بحتزر للحطة دي لأنه في ناس كثيرة قاعدة أنا شلتها بره بصراحة كده لأنه الصفحة فيها قريب ستة ألف وشوية والناس ما بيشارك بيكون ما لين الصفحة ساكت يعني أنا ثلاثة صفحة فحاولت أي يزول مقاعد يجيماعي في اللايف ما قاعد أخليه والله بصراحة كده ليه لأنه ده أنت ما تعمل الصفحة وفي ناس لستها معلقة ويتجاعد لين ساكت لا شير لو لايك أنا دائر هنا دانا ما دائرщё انك إنت تتقوت عشان تسمع كلامي أنا دائر group انك إنت تساعدني عشان نوصله الرسالة أنا دائر if انت تساعدني عشان نقن المجتمع أنا دائر欸ered انت symbحل بقوله عشان نمشي لقدام ده دة طريق الي المصطاقة دي ألقرض مننا الكلام دا الآن ألقرض مننا أنه بناءة الوطن طيب فويبقى أنه دائر شير لو لايك الآن لسه كلام الدائر أقول الليلة كتير وكلام صخن وأتمنى أخواننا في الدعم السريع تكونوا غريبين تكونوا غريبين شديد وأخواننا في الإدارة الأحلية كل الإدارات الأحلية وخاصة إدارة أحلية تلس بالذات تلس تازم تكونوا غريبين وتسمعوا في الكلام ده وفي ناس ما يقبلوا كلام حار ده ما بتقبلوه لكن تعالوا تعالوا عشان نوركم الردم يعني نما نتكلم هناك في حاجة بتمره تسمع الكلام ده كويس الرسالة الأولى لقاية قوات الدعم السريع وكل من انتمي للدعم السريع وصلنا لكم رسالة قلنا لك لا يمكن تقتل الناس وحتى لو أبناءنا في داخل الدعم السريع ذاته يجب خروج الدعم السريع من دار الفلات كلام نحن قلناه كلام واضح بالمناسبة ما كلام نحن كنا من لبدو ولا كلام نحن كنا يعني بيقولوا انت اتاو ممكن انت تشيل مواتر الناس ليشونها دعم السريع زول عنده بندقية تشيل البندقية اي زول عنده سلافة دار بورشيل دي ما عنده ايشكال يا لكن انت ما تشيل ما ممكن تشيل تشيل مواتر الناس عربات دار تودوا من خلاص اليمن قفلت دار انتفتوا اليمن جديد ولا شون وللأسف دي نسمع كمان رسائل من داخل الناس يعني تلقاهم من داخل الجهات الاسفندة اصوات بتعلى انه نحن كدعم السريع ودعم السريع بيجا قوة حكومية ونحن لا يمكن الاصوات تدعال على الاسماء كلامي كويس الرسالة اتسلك في تولوس هسي انت والناظر يوسف السماني انت رسلت الرسائل في الواتساب بدون ذكران اسمك فتي عينك كويس انت والناظر وبوريك كمان الناظر ذاته مش هو براو بس لا 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 حتى العيدان العيدان انتوا عارفين ان انا بقول شنو اي عود اي عود بيتباع للناظر يعود عيدان القادتهم اتشاكتهم للقبع عيدان اتشاكتهم لنا شمت العيدان اتشاكتهم للناظر دي لما تغيرت الناظر ذاته يمش اسمع الكلام اللي بقولوا ليك دا دا ما تحدي بالمناسبة اقصم بالله العظيم عيدانك البسوين في الخرطوم والبقنبو معناس الدعم السري كمك افيد لك كمك افيد لك الناظر دي في راسك اقصم بالله اطلع كل يا تمشي زيك وزي اي زون لا يمكن تتاجر بالقبيلة انا وريتك قبل كده لا يمكن تتاجر بالقبيلة اصلا لا يمكن تتبع القبيلة للدعم السري ما قلت لك الكلام دي انت انت قال كلام دي احنا قاعدين نكذب ولا شنو انا شقال فيك انت كعدارة احلية كاملة شوف اسمها كلامي دو كويس اي ادارة احلية انا حامد ياغوب دا ضد الادارات الاحلية كلها بمكرت ابيها مسموات الادارات الاحلية والاحزاب السياسية اسمها الكلام تكويس والماليشيات كلها سواء كان دعم السريع دفاع الشابي اخوات نسيبة كتايب الظل كتايب الزف انا ضدكم لهم الدين ما تلم ما عندي لك اي حاجة والله يبقى قد عليك واخصم بالله تلوس دي تقلق نار حمراء تشيل المواطر دا تودى مين انت شيله مواطر الناس دا تودى مين انت اعرف انسان عنده مواطر يا اخي ما في مواصلات ما في مواصلات بين تلوس وسرقيلة وجداد ودمسو بين شباشرون الناس دين انت وفرته طرق وفرته جسور زول عنده بنجاه شيلة منه انا معك لكن دا ممكن انت ذاتك دعم السريع تشيله انت دعم السريع انت سببه دعم السريع انت القتلته دعم السريع الان اليمن ما فيه دا تعمل دارفور يمن يمن جديدة ويطلع واحد من داخل الدعم السريع عشان انت تشوف لو شبت مش شدت مش تقول لي والله ان احنا كلمنا الفريق محمد حمدان تقوله اخوه لا 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 يا فردا فريق الخالة بتاعك دا لو كلمك ذاته خليه الناظر الناظر يوسف السماني لو كلمك انا ما باختني بحيب يتبع المناسبة الناظر لو كلمك في الكلام دا كلامه مرفوض يبقى الناظر ولا الشعب اين امر البشير احنا ما قاعدنا ابن زول قلت لك انت ناظر القبيلة فوق في رأسه لكن تمشي صح انت عنده في القبيلة فوق في رأسه تمشي صح انت شيخ ايوه فوق في رأسه تمشي صح لكن ما تلف ما تمشي ما تلف الليجانة الهالسية مشكلة تحت تحت الايدانة القاعدة في مصر اسمه كلامه اوريك انا شان اوريك لاب الواضحة كده انت الايدانة القاعدة في مصر احنا عارفينها الإدارة القادة في الإدارة الأحدية القادة في الخرطوم عارفنا الإيدان إنت أعرف كلام الإيدان أم لا أعرف رسالة دي والسلاء هسي تصل تلوس ناو قبل المعتمر حقكم اسمه الكلام ده هسي ده قبل المعتمر اللي بتعسي بتطبقه ده أي معتمر اللي بتطبقه أسهل يماشي له ده صروح مقلب اسمه كلام ده كويس المال يرجع ناو ما بكرة خليقها المشيط سألت لك كيمان عليكم الله ونحن والله ما دايرين فتن لا ما دايرين فتن أي رجعوا المال رجعوا مال الناس رجعوا مال الأيتام انتوا ليش أعلينا المال قلت لك يجب جامعة السلح قلت لك دارفور كلها وكرة فان فيها 4.860.000 بلدقية أجمعين ما في مشكلة لأنه لا يمكن يكون في سلام بدون سلح لكن ما بتجمع إنتك دعم السري تجمع إنتك أقوات مشتركة الدعم السري مطلبنا كالعاتي إذا دعم السري هو قاعد جوا في داخل الوطن دا أنا عندي فيه مطلب لازم في أي عربي بتاعة دعم السري يكون فردي بتاعة مباحث وفردي بتاعة شرطة أمنية ليه؟ لأنه أسلت شغل الشرطة عشان أنت داركم إحنا داري نرفع فيكم تقارير ما تلعب ما تلعب كله كله المواطر البشي انت بتستفز الناس الدعم السري بتستفز الناس الدعم السري ما قوة قانونية انت سنوه؟ انت قلتوا حرصة الحدود ألاقت تلزبع الحدود شنو؟ ألاقت بسوفي دار فرس يا هلين بسون دا؟ من برام لوين لوين على بسوفي إدارة الأحلية دا؟ ألاقتوا بالحدود شنو؟ يوه يتلموا هوي يتلموا ومليون ريوم ثلاثين دي بتغسي الكتار والله مش تقول جليتوا لاتحاد الأوروبي تقان دعمكون اللي بتعرف الليل الدولار دا شفت لو بقى بجنه الليل الدولار لو بقى بجنه الدولار لو بقى بجنه المليونية طالع دا كمان اسمه كلامt يا حمدوك لو بقى بجنه طالع وجايد ياسر أرمان ما بتوقف المليونية لماذا؟ لأن ياسر أرمان قبل كده ي Croatia ما هو المرة يجي جاوا قسم السودان ياسر أرمان ما هو أدمر يجام الخطب جمع دكتور جونقر عندما بير وقسم جنوب السودان يبقى الخطابات دي ما يجي يقول له نحن والله لو كنا دارين مصالح كان قاعدنا زمان ما يتقاد تمام ورى البشر ياسر أرمان واللي تتقاد تخاطب الناس بتكذب ويته انتو بتغسلوا منه تغسلوا منه انتو والله أسمى كلمة والله لسه الليلة يوم كم الليلة يوم 27 بيننا وبيبكم 3 يوم 3 يوم لو فرشت السودان نورد وإلا سلمت عمر البشير الله هاي أسمى الكلام ده كويس مش تقول له والله الاتحاد الأوروبي دعم عمر البشير ودعم حكومة حمدوق لا لا يا فردة احنا طالين يا صاحب طالين طالعين أسمى الكلام ده كويس وتجرى شبته تجيبه شبته الحركات المسلة دي كلها طالين انتو قعدت ست شهور في جوة بالسوف جبته سلام الموت وقف الموت ما وقف لحد دي وما الليلة الموت ما وقف لحد دي عسي أنا بتكلم الموت ما وقف لسي ولا الاختصاب وقف لا الموت وقف ولا الاختصاب وقف يبقى عنا إتا ما عملت حاجة وإتا سائج الناس بالإدارات الأحلية حمدتي سائج الناس بالإدارات الأحلية قلت لك الدولة العربية اسمها الكلام ده كويس الدولة العربية المكونة ما بترقب يا إما السودان للسودانين يا إما إيزو لشيلكوم دار فورين نمشي برانا وذي لكي نمشي براب لكن لا من كنت تكذب ده خط برات ده لك أنت يا سر أرمان والناس اللي حسي هارين الجارين معك أجروا ألحقوا وما بعرفوا لك مخابرات بتاع الجوبة جاية لا لا يا فريد لا لا أنتوا مجارين تجي تعملوا احتفال يوم ثلاثين ودينوا أيماني يوم ثلاثين أنتوا أسيه خططوا ودارين تجي تعملوا مع تمر السلام فيه ده من قدها لكم في نفس اليوم داك بنركبكم باع أنت بتلابوا أنتوا بتخططوا بمنيتوا بياتوا زول غارين تخططوا معاو أي تخطي أملتوا عندنا سرة في خير أسمع الكلام ده كويس وتجموها المهنين قبل سنة واعدتكم قلت لكم الفيديوهات بتاعة الشيكك أسمع الكلام ده كويس ترى بالمناسبة ما كلام ساكن الفيديوهات بتاعة الشيكك والكلام ده خليمش لسوبة الاستخبارات وزارة الدفاع الفيديوهات بتاعة الشيكك في ناس بترجف طبعا هنطلع ده لمنوع يا جمال كلام ده لأنها زي لان حروا التغيير الناس اللي كان زي لان بتقنب في الشيكك وصلاح جوش زاري لهم في كل شقة ها في كل شقة كاميرات وجوالكم البنيات السمحات ها انت فيمت ولا فيمت ها ما ممكن انا عشان شرف بيت ها غطز السودان كله لا تمشي انت وتمشي هزات المينده المينده اهل انت فيم درد الصدوة ولا فيمت تمشي انت وتمشي هزاته هزاته بزارة نفزة المينده اعجل هزاته تمشي ده واحد والدام السرداز من السهيب انا مادر اتكلم أكثر من 30 دقيقة رسالة مهمة ممكن في اليومين در ما هنعمل لايف خالص ولا هنطلع هنتكلم ممكن اصمح هنتكلم لحد يوم 30 ينتهي عشان شنو عشان نحفظ ها نحفظ شرف رجال المغاومة عشان ما نطلع كلمة ويتمشي تقطوها بمحل تاني عشان كده هنبعد لكن الرسالة للإدارات الأحلية محلية تلس ناظر يوسف السماني والعيدان حق جنك ما نوابك دير ايدان بالمناسبة ايدان حق جنك اسمه الكلام ده قويس اي عود ها وعود السلطان السلطان ذاته عنده وكيله القاعد في الخرطوم ده ده عود اسمه الكلام ده قويس هس الرسالة بتجيك وكيله السلطان بتاع ما يرنح العود حقك القاعد في الخرطوم ده خاط يده ما نسى الدعم السري ده ما بيركب في رأسنا تماما ما بيركب ما من انبع ما في جميلة بتتبع اسمه الكلام ده قلت له قويس ده واحد ابناءنا وبناتنا السوارة الموجودين في تلس ما في حاجة اسم التلس لحزب ما في حاجة اسم التلس لحركات مسلحة ما في حاجة اسم شوف ده الكلام أنا بقول لك نحن ما هندبعي زر تماما إلا إذا كان في دولة مدنية ودولة السيادة ودولة الغانون نحن معها لكن قير كده لا لحزبي وحزبك ولا تعال نجمع قبيلاتنا ده عشان ندبع حزب الفلاني ولا ده ما فيها زر أنا ما دار ندبع زر ولا دار ندبع أي قد ولا هنكون إيدان كلام ده قلت لكم قلت لكم ما ممكن أصلا تبيعوا أقول لنا تاري في سوق النخاسين لكن هنشتغل كيف دي لو عرفتوها تعال دقونا في مصارين عشان أوريكم يا عيدان أنتوا أبتعرفوا الشغل أنتوا شغل اللي قيتوين ها وأييزون أسمع الكلام ده كويس في الإدارة الأحلية ما عنده بتاقة بتاعة الأمن الشعبي خليه رفع يده أيييزون في داخل القبيلة دي في الإدارة الأحلية يهم ديلك المعندهم معكم شغل يهم ديلك قارين في السجون تعالي أنت يا الناظر يا حبيبي ها قضية المعتمر الوطني حقتك دي إحنا ما دابل للمعتمر وطني ولا ندبع لحركة إسلامية ولا ندبع لحركة شعية إحنا سودارين دارت بيعنا اللي وين ما دارين بيع ولا هنسيئزون في دارة الأدريق ما هنسيئزون هنحترم أي ناس موجودين لكن يجب على الدعم السريع تلمع وكلام دي قلنا لكم وتعالي بقوله وقلت لكم قبل كده والشعب ده ما بتقدروا تسوقوه اللي يفدأ لو فيه ألف خمسمية من هناك وأنا قادر أوصله شفت بعمله وشفت شير كنت بكوت كنت تسوي بوصله ده واحد ما بوصله كده بس لا 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 بعد أخلز من هنا بعمله رصائح صوتية في الواتساب بوصله انت فيهمت القصة دي ولا أفهمت القصة دي إحنا ما دارين تسوقنا ساكت تاني دار تمشي معنا صح انت قايدنا نحن معك انت ناظرنا نحن معك ما هنسيك ولا هننبزك ولا هنسميك كلمة شينة لكن الخطة اللي ات ماشي فيها لازم تغييره السيستما اللي ات ماشي فيه لا هدى أو الأمس العملته والله إلا ترجع منه وراء والله ما ترجع منه وراء قسما وعظما مليونيتك حتكون مع حمدوك سوا والشعب دلو ملك قال ما ديرك معناته نظرتك سقطت النظارة دي ما بالرجالة والنظارة دي ما دي ما عبودية احنا ما عبيت بالمناسبة ولا النظارة حتكون ورسة دا ذاته نوع من الدكتاتوريات يبقى عليك لازم تفكر كويس في كلامين أنا بقوله لك دا فكر فيه كويس كلامين بقول لك دا ناظر يوسف السماني يا أمي بحطرمك جدا لكن فكر فيه كويس درائعنا كسياسيا كده وكحق مواطن انت فهم دا وجزء لا تجزع من الناس اللي التحكم دل وجزء من تجزع من الإيدان الناس اللي بتفعل إيدانك وإيدانك اللي بتوديهم مجنقره دل اسمع كلام دا ها هنا ناظراتهم مجنقره عود ايجيكم وقول لكم أنا الضامن ولا أنا بتادي ما في أزول الضامن الغانون الضامن الغانون والدستور ما دعيني أي عود يجي يقول لك أنا رسلني الناظر ولا رسلني السلطان ولا رسلني ما بعرفه لك ديكتاتوري منو ما بعرفه ما فيه أرضا عدارة حلية أرضا سلاح أرضا سلطة لو يتبعونا لو يتبعونا لحد أسي يبقى شكرا لا اتبعونا ناس صح الكلام اللي ماشيين فقروا تعدلوا نجيف معكم أرضا مالا بحرا دما وأنا وريتكم قبل كده قلت لكم الإدارات على حلية كلكم والأحزاب السياسية من قبل سنتين قلت لكم أنا بزق الشعب السوداني كلي قد يأخطى بتاع الحزب قدام منه وماشي نفعت تعجز ليش أنا بدا مات عشر مات عشر أنا ما دارك كلم كتير عشان الرسالة دي باستصر المليونية مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى والناس كلها جهيز المليونية سلمية هؤلاء البشير حجر ما حقك هؤلاء بنبس ما حقك هؤلاء بنبس البوليس ما حقك ما يقول لك قال والله يا أخي الكزان طالين شفت شفت لو البشير طلع من كوبر اسمع الكلام ده كويس أقعب من البشير فيه يبقى ما فيه لو طلع من كوبر وقام التراب من قبره اسمع الكلام ده كويس ووساقوا الحركة الإسلامية دا قلنا قاقيرهم احنا بنطلع لو من أبزوكم وجود القونا اللي هم طالقين في شارع إنه عندنا ما مشغل خليطهم دا قرأيني وشوين ها انقلاب وين بتقال يقول لي والله فيه انقلاب قدتوا أنا داري أسألكم سؤال واحد فيه انقلاب يوم واحد زاو حمدتي يأذب الناس نحن شاعرين بانقلاب ويجي المطبلاتية بتاعينه دا لك كمان يجي يقول والله يا أيصة يوم عندهم والله الجسم هو انقلاب ده ولو أصلا ده كان انقلاب ده ما عانته فيه اتفاقية تقوله يا جما ما فيه انقلاب يتب تكون عارفه لا يمكن أصلا لو انقلاب اتعرضته فيه انقلاب ليه ما جبت الناس حاكمتهم في المدنية دي إذا فيه انقلاب حاكم الناس ما فيه كلام زي ده ما يجي يجي يزولي خوفك بقصة أنه والله يا أخي الكزان دين وفيه انقلاب أسكري وما هي يا زول هوي انقلاب أسكري أبتر من انتو سويت فيه نظر وبتكوزوا في الناس انا استغرب ايجي يقول لك لا لا يا زول النظر بتكلموا دين دين حزب البايد كويس دير أسألكم سؤال إذا نحن حزب البايد كباشي كيف حميتي كيف برحان كيف واتصادق المعدي كيف مريم الصادق كيف محولة فاهم معتمر وضني الأحزاب للسيقاري دي كيف يا زول النظر ما يقول لك يخموا الشعب السوداني بأنه دا كوز وده ما بعرف دا كلام فاضي احنا سوردنا لين دا أهداف همدوق مش صح همخطك رئيس فوق ما عندنا معك شغل الوزراء اللي قاعدين انتهد بعد ما نسلم المجلس التشريعي دا مجلس التشريع دا هنسلموا لنا البومبان مان وجرد المان والاستيق مان بعد ذلك قدت القاعد بدأ الحزب دا الحسي حاليا نقاعد تابع لأن الحرية التغيير إنه خيارين إما تتنازل بخطاب رسمي وقدام الجمهور كله من حزبك يا تطبق وراء تمشي الشارع ما عندنا لك ثلاثة بالمناسبة ما عندنا لك حاجة ثالثة ما عندنا يا انت مع الصورة صح تمرك من حزبك انت فيم دا دي مزايد القصة قاعد انت وقل له الواحد يقول لك انا دا لأ دنقر أشوب عورتزول انت نما دا لأ دنقر تشوب عورتزول خيارين cuz يوجد llegar يوجد تدنب فهمها الكلام دان افهمها الكلام دان يقولون بلغة بتاتل فولاني لكننا دار ادول لكم بالعرم وأدول لكم بالفولاني ذاته تقوا قد تقل تراجم لأ فورو نوما يم مدارا فورو نوما قطرر تراجم لأن الفورو نوما تراجم فورو نوما أمور الثاني بيهندكم ويكونون المعنى لأنه فورو أنه ما سيكت لو جاء إنسان قال لي قول الله يا أخ أنا بابلع الدوم ده قول لي بتابلع الدوم بعيونك لأنه لا يمكن تابلع الدوم بحلقك بعدين ما في مأخرتك ينال بشروطة لك عشان ما تقولوا تلعبوا مع الشعب السودان إحنا والله العظيم السنة هذه صعبة جدا لكن قال إن نحترمكم لكن إنتوا وصلتونا درجة بعيدة جدا بالمناسبة درجة بعيدة جدا فيجب علينا أن نحن في اليومين دين ما دارين نتكلم كثير لأنه ممكن أسعى أنه نرمي كلمة وتضرة ثورة سودانية أسعى أنه نرمي كلمة وتقير الأستراتيجات أو نكشف خطط لجان المقاومة الحيطة اللي دارين نبعد منها بالزادة الثورة دي قربت لجان المقاومة أنا ما تابلع أي لجان المقاومة عشان ما دجي تسألهم منه ما بعرفهم ما عنده أي زور إنك سنة يا حامل إندي الفيز دا إنت بهمت القصة دي ما عنده ما عنده يقول لك أزول لا ما عنده قوة يا أخي أنا ما عنده قوة أنا قوة دار باشلو أنا حمدتي يا أخي أنا ما عنده أي قوة لكن إنتي اللي سالح وصالي بل إحكبت اللي سالح بس ما عنده أي زور لا عندي قوة بهدا لا عندي لجان المقاومة فنسأل الله الرسالة إن شاء الله تصل وأنا متأكد يا وصلا ويا حمدتي أسهب قواتك ودار تجمع السلاح جيب قوات مشتركة جيش وإنت أرجع لوراء أرجع لوراء الآن البلد اللي ناسا قاعدين فيها بلد ملتهبة ملتهبة تماما والإستفزاز قاعد يحصل من ناسا الدعم السريع فالإستفزاز القاعد يحمد الدعم السريع في تولوس دا ما بيبقى خالص كلكم بالذات في أرض الفلاتة ما دارين منكم أي إستفزاز وإحنا ما هنستسلم بالمناسبة عشان تسوقونا لأنه إحنا زمان قبل النت دا كنا منكوري ومنكلم الناس لكن وكده ما في أنترنت لحد ما دخلتوا باقينا كلنا في الزرايب والآن المال لك كملتوا كملتوا مع الناد لك كملتوا مع الزرقة دا كله زي ما يدتوا بتقولوا دخلتوا مع الزرايب وجيتوا احتويتوا رؤوسهم الفوق عشان تدوم مراكس يعني زول اللي في الزريبة دي ما فكيته ما فكيت الغنم من المربط داير يدوك قرامة أو داير يدوك ترجيع دي ما بيتيجي فأفكر في كلام اللي أنا بقوله دا وأي زول أنت تختلف معي السياسين أنا ما عندي مشكلة أنا ما عندي قضية مع أي زول أنا بتكلم في السياسة ما عندي حاجة في شخصة جدا أنا ما عندي تنبذني تزعد مني ده رغاية جدا دي الفيدرالي اللي أنا ماشي فيها أنا أختلف معك في درال يعني لحد يوم الليلة تبقى يقول لك يا أخوان لك هنزول لحصرته أنت قال دا شرف ليه لأنه أنت لسه غبي لسه رأسك وصخام ليه لأنه أنت لسه وصخام ليه لأنه أنت لا أعرف الفيدرالية الفيدرالية نقول رائع نقول رائع نختلف اي لكن نتمع بجمال الوطن عشان نبني الوطن دااله حاجة نحن دارين نقوله وأتمنى أنه الرسالة تكون وصلت لحد هنا بس لحد هنا وشوف بكرة يوم 28 29 30 ويا النظر يا سيد النظر يوسف السماني العيدان حق جنة قال قاد تشكهم دل إيدانك دل الهس يقارين في الخرطوم دل ليه وفلان من ناديهم لك بالإسم ها لكن احترابا نحن ما دار نناديهم لكنه دار نناديهم لك من ناديهم لك بإسم بالنم بالنم بنا ديهم لك ليه وفلان ليه وفلان دكتور فلان ووكيل فلان وكيل فلان وكيل فلان يريد تغيير تجاعك أنت ماشي فيه يريد تقول الأهل والدحنسة والدسدسة ما بتنفع وما في زر بسوقنا زر بسوقنا تاني في القبيلة دي عشان يبينا أن احنا والله عيدنا للحزب الفلاني ولا عيدنا الكتلة الفلانية فا ما منعيد نعيد الدستور والقانون في جمهورية السودان والوطن للجميع ده الكلامة نحن ما نشاهد فيه كويس؟ المحظلة دا تحصل في دار فلاد لازم تنتهي نحن دارنا البقر يرجعنا ما في صلوح لأن وثيقاتكم اللي أملتوها جبلناها وسكتنا وأنا أول زول عياتك وأول زول نبستك أول زول دجتك قلت لك حتمشي ترجط ومشير رجبتك ولما أملت الوثيقة برضو قلنا وسيقتك دي إن شاء الله بس نديك شهر نشوفها بتكون صحة ولا ما بتكون صحة ما بيقى الصحة بالمناسبة ما بيقى الصحة الكلام اللي كنت قاعد يقوله هو داك بس هل ماشى بيقى النازل كان بيقوله يا حامد يا أخي الظلم في النازل الخير أنا عارفة يا جماعة ما في زول بيكون شايل بتاقة بتاقة أمن شعبي بتاقة إدارة أهلية وقبل كده أمر البشير بيقتل وبشيل بدي ناصله أمر البشير وبشاركه في المصائف دي كلها بيكون أنه هو عنده وعي تام عشان تجي تقول والله إنسان دا هو إنسان واعي أنا ممكن يعني ألتمس في النشر الخير لا 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 ليه لأنني ما لقيت منك حاجة ما لقيت منك ما لقيت منك أي شيء كله كله آية والله ما لقيت منك لا الجميلة اللي قتل عافية ولا الجيران اللي قل عافية يبقى معناته إتا لحدهم الليل إتا قاعد مع والد وعوالي أولا الجنوب دار فورو وقالت يهدينك إتا زول إنك عشرة مليون وشوية قلت تكون تحت حزب شنوه كده بالمنطق زول إنت قاعد بتاع أمة أي قبيلة إتا قاعد بتاع قبيلة البقلق أنك إتا تبايا الرئيس وإتا تحته شنوه أنت معقدم من الرئيس دا وأنت أحسن منه أنت إنك عشرة مليون وشوية ناظر يسوف السماني عشرة مليون وشوية عشرة مليون ومية وشوية نسمة يا أخي اتغل لا فينا يا أخي أنت منوء على أحسن منك نما أنت تودينه لأحزاب سياسية ليه توزينه لا أنت أكثر أحسن من صادق الماضي لأسي أنت بتجارة وراو وأحسن من حمد تجارة وراو أنت إنك عشرة مليون نسمة حمدت شون تبايا أنت يا جماعة الأقلانية دي كيف أنا دار أعرف يا جماعة نحن الله ما أعطان أعقول ولا ما أم نفكر كلام دا ما بيجي كم في مبايعة وكم في حاجة كلام يكون كله أنت مرور تطيع الدولة مش بتطيع أشخاص بعدين أنت مفروض ترفض أنت إنك صوتك ماشي أنت تلكت السودان مفروض ترفض الكلام اللي بأملي حمدته أخوانا مفروض تقول لأل الدعم السري لا للجنجويد أخوك الله يرحمه اسمع الكلام دا جويس أخوك الكبير الله يرحمه رفض الأولاد الفلا تتجند في الدعم السري لكن انت مما مساكت الخلافة دخلت الليل كلهم في الدعم السريع وبيعت الشاب السوداني وبيعت الشاب الفلاني كله للقتل انت ليه قد عملت الكلام دح زمان نما نحن نما رفضوا قال أبناء الفلاتة ما يتجندوا في الدعم السريع قد قدلوا لهم كل المحل مشاكل مع السلامات مشاكل مع الحبانية الدنيا كلها ما قد قدرنا له لكن برضو كان أحسن أحسن من نكون في داخل المنظوم الهنسية تدخلت أنا فيه فيرجاعنا الكلام دا ليه قدت ما كلام لزولتاني هل يحدث ان نحن نحترمك لأن المسألة الأعلى في داخل قبيلت الفلاني ويت الرمز الآن قبيلت الفلاني فأنا بختلف معك سياسيا ما عندي ما في حاجة شخصية لا انت لا يزول معك ولا الإيدالة من حولك ولا السماسرة أنا أوريك لهم بالواضح كده ولا السماسرة انت خطيهم بالنم عندنا لهم بالنم بالنم بالاسم عديل بالاسم نحن خطيهم ما شوفوا الساكن أتمنى ان الرسالة يتصلك وتخطها في عين الاعتبار ما تفتكرز ولا بتكلم ساكن تولوس هل أنا ما بودها لك بقي شفت التولوس دي تولوس دي أنا مستعد لك أنا قبت ما تقيل فيها كل كله أيوه هاي صلبوها في الشارع رأيك شنو صبا صبا ضد النظر أنت كايب شنان انت بقى الكلام دي عمد نصيب ما نصيب ولا شو ما وين عمر البشير عمر البشير وين وين الجبروت ها وين الناس قشوا قشوا يجيبوا ما تجيبوا حيش هناك من السودان 40 مليون أو 38 مليون نسمة أو 32 مليون نسمة انت انت تحت عدارة بتات 10 مليون نسمة تمشيت أدبع نصة في حزب الأمة نصتك مع الحركة الإسلامية ما أقول يا يا جماعة يا أخي نحن دار تقول طيب استفيدنا سوال قولنا إنحنا حركة الإسلامية ها هناك سيئة كلنا قلو لنمشي حركة الإسلامية هل لدينا طرق عندنا جسور في مسيفيات في كباري في عراضي في محل السوطان الناس مالهم بيشرب المال لقى لو محل مرتع ده كله مات طي فايدة تسنيعنا وشيرت الأبناء كلهم دخلتهم في داخل المنظومة السيئة دي والليلة جو بيقول لك بلى ما يمثل بيقول لك قلبي يسوي بعيدك بيغلب أجاويدك زمان زمان أخوك التمير الله يرحمه قبل ما يتوفى لما كان فيه مشاكل وحتى كان طوربورو دي جزء منهم الحسي انت بسميهم دي انت مواقف مع الدعم السريد ضد الطوربورو صح وكان قاعدين في قريضة دي كان والحرائج دي كلها حروبات كان الشقال والجنجود كانوا واقفين فوق كان تونس دي فيها فصيلة فقط فصيلة بتاع الجيش فصيلة واحدة والبوليس كله من أبناء الفلاتة هل أنه في الزمن داك في زول من القبائل التانية يقول لك الفلاتة شاله بقري فلاتة شاله بقره أو حرقوا حلتنا نحن نجوه دار فلاتة أو القبائل دي كلها سواء كان الفور والترجم والزغاوة كل القبائل الموجودة خلزوا لي جي يقول والله نحن كنا في دار فلاتة وشاله حقا ما في زور شال حق زون الناس قاعدين لحد دهسي القاعدين في دار فلاتة قاعدين لحد دهسي انت با ممكن تايي تقليل نسوسة يا أخي بعدين عدم حوت لا بتنبلي لا بتنفوت اتقال نفسه لا والله تفوت والله تفوت دحا والله اي دحا تفوت القاعدين تفوت والنشروم عامل حسابك يحترمنا نحن نحفرمك يحترم الشعب قال انت قاعد فيه ده وين التنمية حقتك ماذا قدمت إيتها وإيدانك الخرطوم لانك الخرطوم ده القدم مشروح غير أنه ده ما دائرينه وده ما بمشارك معانا وده ما من الأسرة الحاجمة وأنين دول توبة وده ما بمشارك بالصيوف وده ما بمشارك وده ما بمشارك يقول هؤلاء اتقال الله فينا هؤلاء ما تلعب أنا ما عنده عجب ألبية لك ولا عنده أي حاجة قاعد بره دبر نسائر وباقي الحاجات محتفظ بها فيمتا ويندك لايف قاس أول مبارح موسيقى موسيقى